شربة السلق مع المورنجا مع السبانخ والشمندر والعدس مطفي بعصير الليمون ولا أطيب من هيك أنا بسميها دايما شربة الحديد لأنه مكونات غنية بالحديد بتقدروا تعملوها بكميات كبيرة وتحطوها بس تبرد بمطبئيات بالفريزة وساعة اللي بدكم بتطلعوها بتشربوها كتير شربة مفيدة خاصة للناس اللي عندها فقر الدم أنا دايما معتمديتها وبحب أعمالها وعود ولادي عليها بقدمها مع قدمتها مع السلق المحشي بالزيت مع فتة الفول الأخضر مكوناتها سهلة وبسيطة ورح نجهز أول شي نفرم الخضرة اللي إحنا رح نستخدمها لهيدي الشربة طبعا يفضل لما تحطوا الشمندر يكون شمندر مع الورق بس ما كان متوفر عندي ورق الشمندر أنا دايما بفرم لورق الشمندر جهزنا السلق اللي بيكون صغير للشربة رح نفرمه مع لخصون وجهزنا السبانخ ما فيه كميات محددة ضمت سبانخ ضمت سلق أو اتنان سلق اتنان سبانخ شمندر يفضل الورق دايما دوره على الورق تبع الشمندر وهيدي ضمت مورنغا ورق المورنغا جدا مفيدة فيكنوا تحطوا الخضرة وما توفرت فيك تحط الناشفة موجودة بكتير أماكن بتلاقوها مجففة توم بصل بطاطا كزبرة خضرة ربطة كاملة رح نضيف عليها وهيدي البطاطا والبصل وفلفل حار والعدس رح استخدم هيدا النوع من العدس اللي حباتوا بنيين بيكونوا صغار بهيدا الطريقة هلا أنا فرمت المورنغا وفرمت السلق وفرمت السبانخ وفقشرنا الشمندر وفرمنا مربعات صغيرة دايما بحط حبة شمندر وبحط ورق شمندر ورق ربطة كاملة بعد ما فرمت كل الخضرة والبطاطا مربعات صغيرة حطينا كمية من زيت الزيتون حطينا البصل وقلبناه وأنا مزودة بصل كمان فيها ضفت البطاطا مفرومة مربعات صغيرة وبقلبهم مع البصل مع رشة ملح شي ديقتين وهلا كمان بستدبل وحطيت عليهم الفلفل الحار بفرموا قطعة كبيرة عشان ما تكون كتير سبايسي وفرمت حب صغيري كمان ضفتها معاهم وهيدا اختياري حطينا العدس غسلته وصفيته وضفت الشمندر ودايما انتبهوا لهيدا الملاحظة حطوا شمندر وورق الشمندر ما بتتخيلوا الفوائد اللي بورق الشمندر اللابتون حطيت عليهم الماي المغلية وبتركن بهيدا الوقت لا يستوا عندي نص استوا وحطيت هلا عليهم عشبة الليمون دايما بحب ضيف لكل أنواع الشربة عندي عشبة الليمون وبضيفها لسلق للجاج بتعطي ريحة وطعم قطيب من الكرفس وورق الليمون التايلندي كمان دايما بضيفه لكل أنواع الشربة وللسلق عندي هيدا الليمون اللي أنا بس أعصر الليمون بشيل اللب لأعمل منه بودرة ليمون وبخلي اللي الشرب استخدمها بالسلق وبالشربات هلا نزلنا السلق المفروم السبانخ المفرومة وبقلبهم كلهم سوا بعد ما استوت عندي الشربة ثلاثة ربع لأسوة لأنه الخضرة بسرعة بتدوب وبنقلبهم بهيدا الطريقة بمقلية على جنب حطيت زيت زيتون ضفت عليهم معلقة مليانة توم مهروس معلقة ونص كتير طيب التوم فيها وكمان بيعطيانا فوائد أكتر ضمي كامل من الكزبرة الخضرة فرمت وقلبت ما تخلو الكزبرة تسود احنا بس حنقلبها تدبل معنا بهيدا الطريقة بعد ما دبلت الكزبرة هلا بنسكب التقلية حطيت شوي من الشربة عليها عشان تطلع كلة الرواسب بالمقلية وبضيفها على التنجرة بهيدا الطريقة وحطينا بهارات الشربة من مجموعة بهاراتي وحطيت عليها فلفل أسود ورشة كمون فيكنوا تحطوا فلفل أسود وكمون إذا بتكن ما تحطوا مكعبات مرأة الجاج ما إلى علاقة بالشربة أبدا رجاءا خلوها بفوائد لا تحطوا مكعبات مرأة الجاج أي نوعا كان خضرة ما بيأثر أنا عندي بهارات الشربة هي خضرة وبهارات مجففة وضفنا الملح وتركتوا نستوه قبل ما قطفي تحتها عصير ثلاث حبات ليمون وبقال لبن وبطفي تحتهم على طول وصارت جاهزة أني أنا أسكبة بسكبة بالجاط اللي بدي أقدمها فيه وزي أنت برشة كزبرة خضرة على الوش جربوها كتير طيبة أنا بعمل كمية وبحطها بعلب بالفريزة ودايما بشرب منها ممتازة جدا جدا للحديد ما بتتخيلوا فوائدة المورنجة حاولوا تدخلوها إذا كانت خضرة أو يابسة بكل أنواع أكلكون لأنها كتير مفيدة لأجسامنا وعلينا وعليكم بالعافية ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة